اشتركوا في القناة الى جمهورية صربيا لحضور بطولة العالم للمصارع 2023 حيث وقع من جانب الهيئة العامة للرياضة واللجنة الولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ومن الجانب الصربي وزير الرياضة الصربي السيد زوران قايتيش ورئيس اللجنة الولمبية الصربية سعادة السيد بوزيدار ماركوريتيش وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة وزير ووزير الدولة بصربيا سعادة السيد ماركو كيشي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر والأمين العام لللجنة الولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهيجي والمستشار ياسر الحداد نائب سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بتوقيع مذكرة التفاهم الرياضي مع وزارة الرياضة واللجنة الولمبية في صربيا وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم المعسكرات التدريبية وتعزيز أفاق التعاون بمختلف التخصصات الرياضية والاستفادة من الإمكانات الصربية في المجال الفني والإداري والطبي وأكد سموه بأن مذكرة التفاهم تلك تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية على فتح أفاق التعاون مع مختلف الدول المتقدمة في المجال الرياضي ومن بينها جمهورية صربيا الصديقة والتي تتمتع بقدرات رياضية سواء على صعيد تكوين اللاعبين وصقل المواهب وتنمية قدرات المدربين ولما تمتاز به من بنية تحتية وملاعب عالية الجودة لإقامة المعسكرات التدريبية وتمنيا في أن تسهم تلك الاتفاقية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين موسيقى 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 موسيقى